مجلس الشورى والنواب مضحا أن العمل الحقيقي والعمل الجاد ينطلق من هذه النقطة بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات شعب البحرين خلال هذا الفصل التشريعي وخصوصا خلال العامين المقبلين كما أكد الأحمد أن اللجنة مهتمة بخطة التوازن المالي وتحقيقها نهاية عام 2024 كما هو مقرر في برنامج الحكومة هذا وأكد السيد خالد المسقط رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى انفتاح المجلس للوصول لتوافقات مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب والحكومة الموقرة بما يحقق المصلحة الوطنية وفاد المسقط بأن إعلان الحكومة عن المبادئ التي تم على أساسها إعداد الميزانية والمتمثلة بالحفاظ على الاستقار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين كلها مستمدة من التوافقات السابقة مع السلطة التشريعية وقد تضمنها برنامج الحكومة شكرا